اشتركوا في القناة 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 جدا ومتتكلمش ومدخلنا في متاهات اللي تجوز واللي اطلق واللي عمل الكلام ده كله مفيش احنا فترة خمس سنوات ده كويسة اوي لو واحد تزوج واحدة اقل من خمس سنوات واتطلقت خلاص مات لا الموت ده لا يا جماعة الموت ده حاجة تانية خالص ما تدخلش الموت والطلاق مع بعض الطلاق ده حاجة والموت حاجة تانية يعني واحدة تخسر العضوية بتاعتها عشان جزء يتوفر وهي من الجوزاء قالوا 3-4 سنين ومعنداش عيال لا مش منطق ابدا فارجو ان احنا يعني نشوف البند ده هو اللي موجود في اللوايح حتى اللي قابل كده وناخد به اللايحة اللي هي اللي احنا شغالين بها دلوقتي البند ده كويس لمصلحة العضو انا شايف بيقولك ايه ان هو جميع متى سددت رسم الاشتراك واي رسوم اخرى قرارة مجلس الادارة يعني ايه اي رسوم اخرى قرارة مجلس الادارة في نفس المادة بولا اي رسوم اخرى دي صعب جدا انا النهاردة بدفع رسم الاشتراك واي رسوم دي ممكن تيجي تحددها لي بمرة عشرين الف ومرة تلاتين الف لا انا عايز حاجة محددة وبعدين انا مش عايز اصكل العضو اكتر من اللازم وخصوصا ان العضو ظروفه المادية مش ممكن تكون مش جامدة او تكون تعبانة النهاردة يقوله يا تدفع يا تبقى برة دي مشكلة او بنتك تدفع او تبقى برة مشكلة العضو الموسمي انا مش مش عارف يعني بردك المفروض يعني احنا ولا بود نكتب يبقى نكتب العضو الموسمي يكون اجنبي ويدفع بالعملة الصعبة انما احنا نعمل عضوية عضوية شرف عضوية موسمية وندخل كل من هبه ودبه ونادي ما شاء الله دلوقتي بقى العداد مهولة فيه مش لقين مكان نقعد فيه خمسا عضو الفرع اللي قالك تقتصر عضوية العضويته على فرع النادي ويعمل مش عارف ايه ويجوز لعضو الفرع انا بقوله ان هو ماشي الكلام ده كويس جدا بس فيه حكم حكمة ادارية عليا الحكم ده هو بيدي العضو الفرع الحق في الانتخاب مش الترشيح يعني انت مش هترشع لو رشعت نفسك هتدفع بقية الفلوس لكن الانتخاب ده حق اي حد اذا حكم حكمة ادارية العليا قالت كده وده حكم بات حكم نهائي احنا نحترم الحكم ده هو ونطبقه فيه بقى الحتة فصل العضو اللي هي مادة 17 بتتكلم على فصل العضو دون العرض على الجماعة العمومية وده كلام مش مزبوط ده كلام مش مزبوط انا انا يعني عايز انا فصل اي عضو بتتمي بالطريقة اللي هي بيتتمي بيها في السنوات اللي فاتت كلها مفيش حاجة اسمها النهاردة عضو ارتكب جرم او ارتكب يعرض على اللجنة التقديمية وبعدين نقول له يلا باي باي مع السلام لا ده مش ده مش منطقة ده يعرض على اللجنة على الجماعية العمومية الجماعية العمومية هي اللي اتقرر فصله زي ما احنا ماشيين السنوات اللي فاتت كلها في مادة 18 مهمة جدا اذا تأخر بند تلات تأخر العضو عن سدادة للشركات ثلاث سنوات متتالية وذلك بغير حاجة الى انذار او اختار تسقط عضوية لا يعني النهاردة واحد قعد تلات سنين ما دفعش ما ممكن يكون ناسي او في حاجة في دماغه او مريض مرض موت او او مكان برة وعنده اولاد وعنده ما انت النهاردة تسقط عضويته وبتسقط عضوية تبعين ليه فانت تدي له انذار على الاقل بعينه ورسول خطاب بعينه ورسول ما نجيش مرة واحدة كده نقوله ايه لا انت مفسور انت اسقطنا عضويتك طب الراجل دوت في غيبوبة بقاله تلات سنين ولا مريض ولا مسافر لكن عنده فروق موجودة اتباعه دولة موجودين داخل النادي فانت اسقطت عضويته وذلك المرة اخدت الوضوات التانية فيه مادة 26 بيتكلم عن التخلف عن حضور الجامعات الاممية بنوعيها بيلتزم وخالف بسداد مبلغ 50% من كبتل الشراك انا شايف ان المبلغ ده كبير جدا على العضاء وخصوصا احنا في الظروف صعبة جدا 50% كبير كتير يعني احنا نقول 20% يعني الاول كان 10 10 كنية احنا النهاردة لما نيجي نقول 20 جنيه يبقى نحددها بتامن 20 جنيه انما 50% فيه واحد بيدفع 600 جنيه واحد بيدفع 1200 جنيه حتى لو هي من كيمة الاشتراك بيدقى مبلغ مبلغ فيه فريت باس برضك الاخوة الافاضل يلتفطوا بحتة زي ده هي يعني انسانيا طول عمرنا من مجلس الإدارة النادي الاهلي الحالي والصابق والأسبق وكلهم ناس محترمين وانا اعتقد ان دي مسيرة النادي الاهلي النجحة منذ 1907 حتى الان والحمد لله احنا ناس موجودين في مكان دايما بيشيب بيه بالاحترام والالتزام والنجاحات عشان كده احنا بنقول دايما بنقول الاهلي فوق الجميع ده الاهلي دي حاجة كبيرة قوي لما نقول الاهلي فوق الجميع مش فوق الاشخاص ولا الاهلي مصلحة الاهلي فوق الجميع احنا الحتة دي بنحطها دايما صوب عينينا ونتمنى ان احنا يعني دايما نهتم بالكلام ده هو وبنشكر دايما القائمين والإداريين والمنفذين وكل واحد بيخدم هذا الصرح العظيم احنا بنجله وبنقوله بنحترمه وبنقوله يعني الف شكر وبنطلب منك المزيد حرصين ان احنا نحضر الجماعيات العمومية سواء جماعيات عمومية عادية او غير عادية عشان في الجماعية العمومية دي احنا بنقرر مصير النادي الاهلي واذا كان فيه ليحة بنقشها فإحنا طبعا دائما بنحضر الجماعيات العمومية بتاعة النادي الاهلي وبنقش فيها اي بنوط بتطرح علينا قاعدة هي ليحة النادي الاهلي طبعا احنا كلنا كنا منتظرين ليحة النادي الاهلي مع مجلس الإدارة الجديد عشان اللايحة دي تتنظم حقوقنا واجباتنا نحو النادي بتاعنا ونادينا العريك ولكن احنا لازم تتناقش ولازم نعترض عليها ده من منطلق حبنا لنادينا ومنطلق حبنا للنادي في الفترة اللي جاي فطبعا في حاجات كتير في كذا باندي كده احنا لازم يعني لنا وجهات نظر فيه ولنا اعتراض عليه لو جينا اتكلمنا على البنود من أول حاجة يعني الباند في المادة 11 طبعا هو في الأول اللايحة جيه عرف في النادي الاهلي النادي الاهلي الكيان اللي هو الفرع الرئيسي في 3 شارع صالح سليم بالجزيرة وان النادي الاهلي له 3 فروة لما جيه عرف عدو الفرع اللايحة جيه تعرف في عدو الفرع قالت ان عدو الفرع له حق ان يتمتع بكل حق العدو العامل داخل الفرع ولكن ليس له الحق في الترشح ولا بحضور الجماعة عمية في الانتخاب طبعا انا هنا بتكلم بس في نقطة مهمة جدا احنا نادي اهلي اعضاء مدينة ناصر بقنا اكتر من 28 سنة بنروح ننتخب بنروح وبنترشح وطول عمرنا ماشين انت النهار ده لو انت هتعتبر ان النادي الاهلي فرع مدينة ناصر ده فرع يبقى انت هنا بتلغي اكتر مش عايز اقول ولازم توضح ان عدو النادي الاهلي او عدو مدينة ناصر ده عدو يعتبر عدو اساسي زي العدو بتاع الجزيرة بالزبط وان العدو ده له يلازم يتمتع بكثة الحقوق اللي هو خد عليها بقاله اكتر من 27 او 28 لكن ما الجيش تقول لي ان انت عدو فرع وان الفرع ده ما لوش حق لانتخاب عايز لو انت عايز تحكمها يبقى موضوع الفرع ده يبقى بتاع الشيخ زايد او الفرع بتاع التجامع ما سيكون ان شاء الله لكن دي انا بطالب ان لازم عدو مدينة ناصر ده بيعتبر عدو اساسي وليس عدو فرع برضو من دمن مد 11 اللي هو العدو الموسمي طبعا هنا في الليحة قالت ان مجلس الادارة يحق له او يقر ان هو يضيف العدو الموسمي مدة لا تقيل عن شهر ولا زيد عن 6 وشهر طبعا المادة دي انا بعترض عليها كليا لان العدو الموسمي دي اولا احنا او مرة نسمع عنها او احنا ما 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 سمعناش عنها على الاقل في النادي الاهلي والعيد الموسمي ده على اقل لو قاعد 6 وشهر حياخد نفس الحق اللي انا باخدها وهيتمتع بكل حاجة الوحيدة اللي هو مش هيتمتع بيها هي الانتخاب او التراشح وده طبعا ده بيتم كل 4 سنين فالرجل العدو الموسمي ده هيتمتع بكل شي وطبعا احنا النادي الاهلي الحمد احنا بصراحة يعني احنا مش نقصين اعداد زيادة اذا كان مجلس الادارة بيدور ان هو زيادة الدخل للنادي الاهلي ففي حاجات كتير اوي 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 ممكن المجلس الادارة يفكر فيها ان هو يزيد فيها دخله لكن ان هو يضيف عيده موسمي معلش هنبص لقي بكرة كل النادي الاهلي اكتر من الافات مؤلف هتيج بعدو موسمي وهيتمدع بنفس الحق وممكن العيد الموسم رايح جاي في خلال ست الشهور الكل هيعرف وبالتالي لا هيعرف يقول ان عيد موسمي ولا عيد عامل ولا اي حاج فانا افرف طبعا العدوية الموسمية دي نهائيا عشان احنا عمرنا متعود علي المادة المية وعشرة مادة غريبة احنا كلنا كأعضاء صعقنا لما قرناها وهي اذا كان اذا وقع من عدو النادي الاهلي اي شيء يسيق لسمعته من حق مجلس الادارة ان هو يوقع عليه اي جزاء او عقوبات انا مش فهم يعني سواء داخل النادي او غريج النادي انا مش فهم يعني دي برضو انا مش فهم اعضاء مجلس الادارة المحترمين يفسروا لنا اي يعني اي وقع عليه جزاء المادة تسعة طبعا زي يعني المادة تسعة بتقول ان مجلس الادارة يحق له ان هو يعدل في نظام النادي ويدعو الجامعية العمومية غير عادية عشان شايف اعايز حاجة او عايز يعمل طب انا بقول له بس دلوقت نفترض غالبا الجامعية العمومية الغير عادية غالبا يعني معظم الجامعية العمومية الغير عادية مش بتكتمل علشان يعني بيتبقى في ظروف الا لو حاجة حاسمة فمجلس ادارة النادي مجلس الادارة لو هو شاف انه في حاجة عايز يعدلها هيروح هو اي طرح ويدعو الجامعية العمومية وغالبا مش هتكتمل وبالتالي من حق وياخد هذا القرر انا بقوله لا يا مجلس ادارة معترامي ليك لو انت عندك اي فكرة او اي حاجة عايز تعدلها خليها في الجامعية العمومية العادية عشان كل اعضاء الجامعية العمومية يصوتوا عليها سواء كويسة او وحش لكن ما تدعوش عشان في النهاية ان الجامعية العمومية بالنسبة سبعين او مش هتكتمل وبالتالي هتنفذ سوري اللي انت عايزه فانا برضو برفض الجزء ده او النقطة دي هتفي مادة تسعة نيجي المادة تلاتة واربعين اللي هو تكوين مجلس الادارة تكوين مجلس الادارة هو عمله من تسعة ديس مجلس الادارة ونائب وامين صندوق وستة وستة اعضاء منهم اتنين تحت السن طبعا وفيه زائد اتنين بالتعيين طبعا احنا بنرفض او انا احنا بنرفض التعيين لان النهاردة اي حاجة اي حاجة معينة ما بيبقاش بيبقى ولاءه وانتماءه للشخص اللي عينه احنا عايزين عدو مجلس ادارة النادي اهلي جاي برغبة جمعية عمومية اخترته واعتقد ان الموضوع الترشيح ده خلاص احنا نسنا مجلس الادارة النادي يكونوا فعلا برغبة عضاء الجمعية العمومية وهو فيه حاجات كتير اوي طبعا اتمنى كنت اتمنى ان انا ارسدها ليكو وكلها بس نظرا لوقتوكو وكده بس انا ادت بريف بسيط على النقط اللي انا لحظتها واتمنى ان مجلس الادارة المحترم ان هو ياخد بيها وانا عارف ان شاء الله عشان عارف ان مجلس الادارة ما يهموش اللي اعضاؤه وان اللايحة دي جاي اصلا عشان وعشان تنظم حوالنا واجبات اعضاء النادي الاهلي طول عمر عايش في رقي وعايش في دموقراتية واكبر دليل انت جاي تعمل معنا حديث او ده اكبر دليل على الديموقراتية والرقي انا واضح البنود اللي انا النادي الاهلي تعلمناه فيه واي مجلس الادارة بيعود اعضاؤه على كده بدلين تجاي تقول لي رأي بتسألني على رأي وانا قلتلك هو فدي ده رقي النادي الاهلي وطول عمره النادي الاهلي معروف برقيه ومدوم رقيته مع عضاؤه طبعا بقول طبعا عضاء جمعية عضاء جمعية العموية النادي الاهلي دون ناس كلهم اولا كلهم ناس محترمة وكلهم بيهمهم النادي الاهلي وانا عارف ان اعضاء النادي الاهلي في يوم 28 سيبقوا متواجدين وبعدد برضو سيفوق ما حضر قبل كده عشان كل عدو في النادي الاهلي بيهم ويهم يعرف ايه ووجباته اشتركوا في القناة